السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من أضواء على الأحداث والتي نحتفل فيها معكم بعيد الأضحى المبارك ونجوب بإضاءة على أوضاع المنطقة العربية وما يعتمل فيها من تحولات وما تشهده من تطورات من السياسة إلى الاقتصاد ومن تعثر الديمقراطية إلى التمكين للعسكر كما نضيء على تطورات الدولية وتداعياتها على منطقتنا العربية هذه التداعيات التي سببتها حرب روسيا في أوكرانيا إلى مخططات النيتو في شرق المتوسط بدمج إسرائيل في المنطقة أرحب بضيوفي هذه الحلقة الخاصة من أضواء على الأحداث الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي أستاذ سليم الصالحي وكذلك الكاتب والإعلامي أستاذ علاء بيومي والكاتب والإعلامي أستاذ عادل الحامد أهلا بكم ضيوفي الأعزاء اسمحوا لنا في هذه الحلقة نتحدث عن محورين أساسيين في تناولنا للمنطقة العربية لنبدأ بالمحور الداخلي ثم الوضع الخارجي وتأثيره على المحور الداخلي بداية سليم الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية شرقا وغربا سواء في المشرق العربي أو في المغرب في أي توصيف تضع هذه الأزمة إذا قلنا بأننا الآن نحن بعد عقد من مرحلة كان يطمح الشباب العربي أن يصل فيها إلى بر الأمان الديمقراطي فهل الأزمة هذه ما زالت مرتبطة بعشرية الربيع العربي؟ أولا من أسكوان باستاذافة عيدكم مبارك في هذا اليوم اليوم العظيم عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية عاده الله علينا بالخير واليومني والبركات نحن لازمنا بعد تقريبا ستين سبعين سنة من استقلال معظم الأقطار العربية عن الاستعمار التقليدي فإخفاق النخبة في هذه المنطقة بأن تنشئ وتؤسس للدولة الديمقراطية دولة الشرعية الحكم التي ماتوا عليها والتي كافح من أجلها الأباء والأجداد وطردوا الاستعمار لكي نتحرر نحرر الأرض وأيضا نؤسس لدولة الشعوب التي تحقق الإزدهار للمواطن ولم يحدث ذلك وخلال كل هذه العقود كانت هناك محاولات الإصلاح وأخفقنا في ذلك النون النخبة كلها نحن عسكرية ومدنية لكن آخر مرحلة أهم مرحلية إلى آخر المرحلة العشرية الربيع العربي عنده 2011 كانت هناك ثورات الربيع العربي وكانت هناك حالة من تعبير مرة أخرى من طرف هذه الشعوب أنها تريد أن تتحرر من هذه النخبة التي أخفقت والتي جابت العسكر إلى الحكم غيبت الديمقراطية غيبت ازدهار المواطن المواطن غير مزدهر في الوطن العربي كله يعني المواطن فقير محتاج يقولوا بالجزائر محقور يعني مظلوم من طرف السلطة انتهاكات العقوق الإنسان السجون اعتقالات اعدامات كل هذه كل هذه هي وصف للحالة أن نأخذ بلد ونقارنه دعنا نقارن كل الدول العربية تعاني من نفس المشكلة هو إخفاق النخبة في أن تحقق الديمقراطية والإزدهار لشعوبها وماذا عن النظم أستاذ علاء؟ إلى أي مدى فعلا الأزمة السياسية التي تعيشها معظم الدول العربية؟ بل لنقل كل الدول العربية حقيقة إلى أي مدى ترتبط بالنظم الحاكمة ومسؤولية النظم الحاكمة في إدارة هذه العشرية عشرية ما بعد أصبحنا نتحدث الآن بعض الربيع العربي يعني أنا حقيقة متفق تماما مع الأستاذ سليم يعني احنا كانوا بدينا مشكلة الاستعمار والاستبداد فالرح على الاستعمار وبقى الاستبداد وأعتقد الدرس الرئيسي في العشر سنوات الماضية هو مدى ترسخ الاستبداد في بلادنا ومدى عدم تطور النظم والأسف ده بينعكس على القدرة على التنمية وتطوير بلادنا إحنا بلادنا هي مجموعة من الدول الرئية بتنتظر يجي لها بعض العائد من النفط أو من الغاز أو من السياحة أو من تحولات العاملين في الخارج أو من ضرائب المواطنين لكن لا يوجد تنمية وإحنا عايشين على هذا النمط منذ سبعين سنة والدول عما لا تتراجع العالم بيتقدم ونحن لا تراجع وكما قال أكاديمي غربي روبرت سبينجبرج هناك نوعين من الدول دول مفروضة على شعوبها تقريبا هي أيما على جباية وكأنها النظم القديمة تدفعون الضرائب أنا أعطيكم بعض المزايا ليس لكم علاقة بالحكم أنا في وادي وأنتم في وادي وفي دول أخرى تعمل مع المواطن ماذا تريد ما هي احتياجاتك ضرائبك هي للخدمات التي نقدمها لك نعرف كل شيء عنه كحال الدول الغربي الدول الغربي أقوى بكثير وأكثر فهما لحاجات المواطن أنها دول قامت لخدمة المواطن طيب إذا أخذنا على حالة مصر يعني الوضع في مصر إلى أي مدى هناك تأسيس لاستبداد جديد يعني البعض يقول أن مرحلة السيسي ربما أكار استبدادا من مرحلة حسن مبارك التي ثار عليها الناس ويتساءلون ما سبب في ذلك هل هو فقط لأن الدولة المصرية هي أصلا دولة عسكرية منذ عام 52 من القرن الماضي؟ يعني هناك من يعتقد أن النظام العسكري في مصر دور دولة كاملة حول نفسه وعدل نفس النقطة وهي نقطة تقريبا عبد الناصر هو القمع العاري من أي تقريبا من أي إيديولوجيا أو فكرة رغم أن عبد الناصر كان عنده إيديولوجيا وفكرة التي هي أفكار قومية ووطنية التحرر ومثل هذا الأمر لكن القمع كان هو الأساس مصر تقريبا منذ 70 عاما مرنا من جميع الأفكار كنا دولة اشتراكية أصبحنا رأسمالية كنا دولة قومية أصبحنا الآن نركز على الداخل المصري فقط لكن بقى الحقيقة العارية أو الحقيقة الأساسية نحن دولة أمنية بلسية قمعية وزالت كل الإيديولوجيات والأفكار التي كانت ترددها النظم وبقى النظام على ما هو عليه وبسبب أنه حتى لم يعد لديه أموال للإنفق على المواطنين وشراء رضاهم ودولة وتقديم الدعم ومثل هذا الأمر يعني ميزانية الدعم في مصر إلى هذا العام بندفع الدعم كل ما يقدم للدعم تقريبا 100 مليار جنيه طيب هذا سيطرح تساؤلات بس في كلمة سريعة 100 مليار جنيه للميزانية وأما الديون حوالي تريليون يعني يطرح تساؤلات جدية حول قدرة هذه النظم على إدارة الدولة في النهاية لذا كيسألك عادل عن التعثر الانتقال الديمقراطي يعني على طرحت حول دور العسكر دولة العسكرية في النظام الاستبدادي سليم تحدث عن النخبة يعني هل الشعب يعني لا ذنب له لا مسؤولية له في هذا التعثر في مسيرة الانتقال الديمقراطي وعندكم مثال ناصع الآن في تونس ومحاولات قيسة سعيد السيطرة على الدولة بكامل مؤسساتها بعد بسم الله الرحمن الرحيم وتقديم التهاني لك سيد جمال ولضيوفك الكرام ولمشاهديك وكل عام وأنتم بخير ربما أتفق إلى حد ما مع ما ذهب إليه سيد علا والسيد سليم قبله وما أيضا ذكرته أنت في أسئل لكنني أطلب واستسمح منكم جميعا أن نختلف معكم بعض الشيء أنا أنظر إلى ما يجري في العالم العربي منذ العام 2011 بأنه نقطة تحول تاريخية مهمة أحدثت هزة وزلزالا سياسيا وثقافيا وحضاريا بأتم معنى الكلمة نحن أسقطنا نهائيا الاستبداد والأصنام السياسية والفكرية لم نعد نتحدث عن أصنام سياسية ولا أصنام فكرية ولا أصنام دينية نحن الآن نتحدث عن تطور هذه أول مرة في العالم العربي تحصل هذه الرجعة السياسية منذ طرد الاستعمار عن دولنا علينا أن نتذكر بأن المغامرة وتقديم التضحيات من أجل شيء اسمه الحرية والديمقراطية والحق في تقريب المصير هذه ليست تقليدا موجودا لدينا في البلدال العربية لا سيما بعد الاستعمار حكمتنا الأحزاب السياسية التي انقصرت على الاستعمار باسم حروب معارك التحرير ولم تتطور هذه إلى عملية تحول ديمقراطي الآن الشعوب العربية أسقطت الأصنام أولا طرحت مسألة مشاركتها السياسية على طاولة وضعت النخب أمام اختبارات جدية في العمل السياسي ولكن البعض سيقول لك طرحت أسقطت أصنام وبنت أصنام جديدة الآن ديكتاتورية السيسي كما قال لك على يعني أكثر ربما البعض يصيفها أكثر استبدادا حتى من أيام عبد الناصر وقيس سعيد كثيرون في تونس يرون فيه استبدادا حتى أكثر وأعتى من استبداد زين بن علي لاحظ جمال مثلا لو تحدثت عن السيسي أو تحدثت عن قيس سعيد أو حتى عن عبد المجيد تبون أو عن أي من القيادات السياسية الجديدة الجديدة الناجمة عن تحولات ما بعد الربيع العربي ستجدوا بأنها شخصيات كرتونية ليس لها رصيد هل سمعت عن رصيدا فكريا أو سياسيا أو حتى عسكريا للفريق السيسي لا أعتقد أن حتى المصريين أنفسهم لا يتحدثون عن ذلك إلا بعض المغالين وبعض المستطاع هل سمعت أن تونسي مثلا أو أنك قرأت في الكتب والتنظيرات شيئا ما لقي السعيد كتنظيرات سياسية فقط أنه ظهر فجأة على حين غفلة بعد الربيع العربي والآن هناك تقارير أخرى تشكك حتى في هذا الظهور إذن نحن أمام مرحلة انتقالية في المراحل الانتقالية جمال تظهر بعض هذه القضايا من مثل مثلا أن الناس يقارنون بين أوضاعهم قبل سقوط هذه الأصنام وأوضاعهم بعد ذلك والطبيعي أن في التحولات كثيرا ما تحصل بعض القضايا الإشكالية هذا إضافة إلى أننا لسنا جزيرة معزولة أو جزيرة معزولة نحن جزء من العالم الذي يعاني أيضا تحديات وبالتالي الخلاصة أنني أنظر إلى أننا خطونا خطوة مهمة صحيح أن الثمن كان باهر وصحيح أننا ما زلنا ندفع الثمن وما زل دولنا العربية وفي هذه الأعياد مثلا في سوريا ما زل ندفعونا الثمن في اليمن ما زل ندفعونا الثمن في مصر وحتى في الجزائر حتى في الجزائر أسل سليم هناك من يرى بأن الحراك على رغم أنه خبى قليلا في الأشهر الماضية لأنه ما زال موجودا ما زالت النار تحت الرماد شعارات الحراك ما زالت موجودة إلى أي مدى تعتقد بأن الحراك الجزائر مستمر حقيقة هو مستمر كما هي مستمرة الحال التي تحدث عنها الأستاذ عادل فعلا ما حدث في عام 2011 هو زلزال زلزال لم يكن ينتظره أحد حتى الأنظمة الغربية لم تكن تنتظره في ثواني خلال الثورة في تونس كان هناك اجتماع مجلس وزراء في فرنسا وسأل الرئيس الفرنسي وزيرة الخارجية أنا ذاك فأقمأنته عن الحالة قالت له كل شيء متحكم فيه وسنرسل طلبوا مساعدات شرطية الأمن وسنرسل ونمتصل ونمتصل فأنا أقول لك فعلا نحن في حالة انتقال الحالة ليست مثل قبل 2011 لكن عملية الالتفاف حول مطالب هذه الشعوب قائمة الآن على رأس هذه الأنظمة ما يسمى النخبة الموالية لها وأيضا القوى الاستعمارية السابقة لا يمكن فصل ما يحدث لنا وهذه التحولات عن ما يجري في العالم يعني إذا أخذنا مثال الجزاء تحديدا يعني الجزاء لو لا هناك تغيرات حتى في النخبة العسكرية صار في تصفيد حسابات صار في الإقالات وهكذا هذا الحراك حتى داخل مؤسسة الدولة هذا الحراك وقع في مصر نفسه نفسه النظام لكي ينقذ نفسه ويعيد إنتاج نفسه بواجهات سياسية جديدة قد يتخلى عن الكثير من حلفائه ويصفي معهم الحسابات وقد يسجن البعض في الجزائر حدث أنه اختلف أقطاب النظام يعني كان قطب سعيد بوتفليقة اللي هو شقيق الرئيس معه بعض العسكر وكان القيد صالح قائد أركان الجيش في ذلك الوقت وخذ خذ هذا المثال وطبقه في كل الدول العربية يعني في النهاية لما تحصل رجة داخل المجتمع أو هناك ثورة النظام ينقسم وبالتالي جزء من النظام ينقلب على الجزء الآخر لكن الهدف هو استمرار نفس النظام وما حدث في الجزائر هو هي عبارة عن إعادة استنساخ الواجهة السياسية ليس إلا يعني استمرار المسار الدستوري عملوا انتخابات رئاسية برلمانية ومحلية كلها مزورة الرئيس أتى به العسكر الآن تغيرت فقط الأسماء شوية إصلاحات شوية إعانات مثل ما قال الأستاذ وزحها للفقراء والمساكين أمس خلال الأيام السابقة وقعت حملة لتوزيع السكنات قالوا إنها أكبر حملة منذ الاستقلال هم كل سنة يقولوا أكبر حملة منذ الاستقلال هذه هي الأزمة ما زالت مستمرة طبعا الأزمة جوهر الأزمة هو شرعية الحكم في مصر على النظام المصري يعني طرح بدأ قبل أيام ما يسمى بالحوار الوطني البعض يقول إذا كان النظام نظاما استبداديا ويستثني فصيلا كبيرا من ذلك الحوار الفصيل المعارض الأساسي الفصيل الذي كان ينتمي له الرئيس الراحل محمد مرسي فما جدوى الحوار يعني هل يحاور النظام نفسه أنا أعتقد أنه بيستثني من هم أهم من الإخوان يعني أو الفصيل السيسي هو بيستثني تقريبا الشعب الشعب المصري يعني هو لا يقول حوار في مصري أنا أعتقد أن معظم الأمال حتى لا أعتقد أن هناك جدل يصر على الحوار ولا اهتمام ربما بعض وسائل الإعلام ربما بعض وسائل الإعلام ما الذي يريده إذن لماذا يشيع النظام المصري بأن هناك حوار وطني وبأن مرحلة جديدة سوف تبدأ وبالنهاية الخلاصة الرئيس يقول السيسي هذا الحوار يستثني فصيلا واحدا لأنه اختار القتال لا أدري أي قتال اختارته الأخوان المسلمين عام 2013 يعني هو نفس الحجة يا مصر ما زالت حبيسة في مرحلة 30 يونيو و3 يوليو النظام حتى الآن هو يشعر دائما يحاول دائما أنه دافع عن نفسه ويشعر أن لديها أزمة في الشرعية ويحاول أن يقدم مبررات ومعظم هذه المبررات مقبوطة ولكنه قمع الإعلام فلا أحد يرد عليه المشكلة أن المواطن المصري لا أعتقد أن يتابع الحوار ولا يتابع أي شيء هو المواطن المصري لديه مصالح أساسية يتابع الحوار الوطني قصدك مش قناة الحوار يعني لا أعتقد أنهم يتابعون الحوار الوطني أو مثل هذا الأمر هو كل هدفهم هو ربما بعض الناس لديها أمل أن يتم الإفراج عن بعض المعتقالين بعض الناس حتى لا أعتقد أنهم لديهم طموحات اقتصادية من هذا الحوار أعتقد السبب يتعلق بضغوط خارجية المؤسسات الدولية التي تقرضهم مثل IMF أو ضغوط من الولايات المتحدة لأن السيسي متوقع أن يلتقي بايدن بعد أسبوع أو شيء في الرياض فننتظر أيضا نصديف قيمة قاصة بأمم المتحدة بخصوص البيئة فهي بعض وأيضا يواجه مشكلة اقتصادية في الداخل فربما هو سوف يشغل الناس يشغل الرايا عن بهذا الكلام لكن أنا حياتا موجب جدا بالطرح الذي طرحه أستاذ عادل هل نحن بفترة انتقالية هي بداية لمرحلة تحول إيجابي أم نحن في بداية ما هي المستقبل حياتنا أتمنى ما يقوله أستاذ عادل لكن أنا أخشى مع التدمير المنظمة الذي يحدث في بلادنا العربية بين النظم الحاكمة العسكرية أخشى أن نحن قد نكتب على أنفسنا مستقبل أسوأ إذا لم يستفيق الناس وأعتقد أن الناس عولت كثيرا وظلمت القوى السياسية معها لأن هذه القوى السياسية هي بقايا أو ما تم تكوينه في العالم العربي خلال سبعين سنة من القمر لأن هناك من يرى حسب تقارير البنك الدولي سنتحدث عنها لاحقا كل المؤشرات موجودة وصفة جاهزة للانتفاضات لكن قبل ذلك عادل أسألك عن الخليج دول الخليج العربي لا شك أن دول الخليج العربي كانت مستقرة خلال الربيع العربي مستقرة بشكل كبير لكن خلال السنوات الأخيرة أزمة الخليج أثرت كثيرا على دول الخليج وعلى تضامنها وتماسكها نحن الآن في مرحلة ما بعد الأزمة الخليجية وتطبيع بعض الدول الخليجية مع تل أبيب الإمارات والبحرين الآن لديها علاقات دبلوماسية ودبلوماسية متميزة يعني علاقات دبلوماسية وتجارية وأمنية ما تأثير ذلك؟ ليس فقط على المنطقة الخليجية بل على المنطقة العربية برمتها لأن دول الخليج لها تأثير كبير جدا بما تملكه من إمكانات حتى في دول الدول العربية الأخرى؟ طبعا سأجيبك على هذا الموضوع فقط أشير إشارة أنا عندما تحدثت عن مرحلة انتقالية دكتور علا كنت أتحدث عن أننا بدأنا الشوط الأول من المعركة وهذا الشوط الأول كان شوطا مكلفا راح الضحياه مئات الأرواح البريئة وهم من طلاع وهذه هي طبيعة التحولات دائما الحرية كما يقال دائما لا تهدى وإنما هي تضحيات وهذه تضحيات كبيرة قدمها العرب في مختلف أنحاء العالم أنا ما زلت أعتقده سليم أن الجزائر كانت سباقة منذ تسعينيات القرن الماضي في الربيع العربي عندما انتخب الجزائريون انتخابات حرة ونزعيات ثم انقلب عليهم العسكر وما زالوا إلى أي من ناس هذا يمارسون ذات الانقلاب وربما هذه الملاحظة الأخيرة قبل أن نجيبك عن سؤالك وتتمثل في الاختصار الذي مثلته احتفالات الجزائر بالذكرى الستي لإستقلالها ونوعية الحضور الذي كان في هذه الاحتفالات وتحديدا إلى رموز انقلابية مثل الرئيس قيل سعيد الذي يعاني أزمة شرعية في الداخل ومثل أيضا الفيس المقداد وزير خارجية النظام السوري الذي ترفض إلى حد الآن كثير من الأنظمة العربية عودته إلى جميع الدول العربية ويحاول النظام العسكري في الجزائر إعادة بشار الأسد ونحن نعلم العلاقة بينها وهذه هي رسالة إلى الشعوب العربية بأنكم كل الدباء التي قدمتموها سواء في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي غيرها هذه كلها راحت هدرا ونحن في الأخير نعود إلى حيث كنا الآن الخليج الخليج له يعني هو مرتبط تماما بما تقول عادل لأن دول الخليج أنت تعلم مع انطلاق الثورات العربية كانت مواقف دول الخليج متباينة كانت مواقف دول دعمت الثورات العربية بشكل واضح سواء عبر قنواتها الإعلامية مثل قطر أو غير ذلك ربما حتى ماليا ولكن هناك دول أيضا لعبت دور في الطرف المقابل في دعم الثورات المضادة الآن هناك علاقات دبلوماسية بين دول الخليجية والاحتلال أين موقع هذه الدول في خريطة المنطقة العربية القادمة أنا عندما تحدثت عن الجزائر كنت سأذهب إلى هذا لأنني أعتقد بأن ما جرى في الجزائر وريد منه أن يكون رد فعلا على دول الخليج وتحديدا على الإمارات العربية المتحدة التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل وعلى الدور الإسرائيلي المتعاظم والمتزايد وهي رسالة أعتقد بأنها رسالة غير دقيقة وغير صحيحة لأن المعنيين أكثر شراسة وظلم لشعوبهم من الاحتلال للأسف الشديد كما هو الحال بالنظام السوري وما فعله بالسوريين وما فعله بالفلسطينيين وإني أحيانا أنا أنظر إلى حضور إسماعيل هانية مثلا إلى جانب فيصل المقداد كمن يتجرع السم لأنه يعلم أن مخيم اليارموك الذي تم تدميره بالكامل في سوريا قد راح ضحيته مئات بالألاف الأبرية من الفلسطينيين ومن اللاجئين هل أن دول الخليج الآن تمتلك زمام المبادرة وهل أن أموالها قادرة على تغيير المشهد السياسي في المنطقة ربما تسعى بعض دول الخليج وأنا تحديد هنا أشير إلى الإمارات العربية المتحدة إلى تغيير المنطقة ومحاولة إقحام دولة الاحتلال ضمن الدول الرئيسية لمواجهة ما تسميه هي بالخطر الإيراني الآن وهذه أيضا أيضا محاولة للتعمية لإقحام الاحتلال في المنطقة لكن مرة أخرى أعتقد بأن القضية أكبر وأن أنظمة أخرى أكبر من النظام الإماراتي وأقوى من الإماراتيين حاولت إقحام إسرائيل في نسيج المنطقة وفشلت إسرائيل كام ديفيد الأردن وهذه عربة ولكن حتى معكم ديفيد لم يكن في يوم من الأيام هناك تطبيع مصري إسرائيلي أما ما نشهده اليوم وهنا أسمح لي أن أسل سليم نشهد تطبيع على أعلى المستويات يعني تطبيع أمني هناك تعاون وهناك معاهدات أمنية الآن بين الإمارات وتل أبيب هل يشكل ذلك خطر حتى على الإمارات نفسها حتى على المواطن يعني المواطن العربي سليم الذي خرج في الجزائر وفي تونس في كل مكان كان يهتف للثورات العربية وكان يهتف حرية لفلسطين هل هذا المواطن كان يستشعر الخطر من إسرائيل كما يستشعر الخطر من الأنظمة المستبدة؟ هناك شكل جديد الآن بالفعل وهناك موجة غير عادية في مضمونها في قضية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي لكن القضية ليست مرتبطة فقط أخي عادل برسائل الإمارات والبحرين عندنا في الجزائر هناك مشكلة مع النظام المغربي في قضية التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والمشكلة ليست في التطبيع فقط مثل ما ذكرت هو في الغلو في التطبيع والذهاب إلى التنسيق الأمني والاستخباراتي وشراء الأسلحة من دولة الاحتلال الإسرائيلي سواء هذا في المغرب أو في البحرين أو في الإمارات هو تحول جديد في قضية التطبيع فعلاً مثل ما ذكرتم كام ديبيد أو ودي عربة بقت عنوان لتطبيع أنظمة مع دولة احتلال الإسرائيلي في مقابل دعم الأمريكي والأوروبي الغربي لهذه الأنظمة مالياً بالمساعدات المالية أو بدعمها للبقاء ما يحدث الآن هو زيادة الشق التعاون الأمني والاستخباراتي هي عملية اختراق لهذه الشعوب لأنه تارجت يعني الهدف النهائي هو هذا المواطن تغيير العقلية أيضاً وفرض منطقة التطبيع معه لكن هل تلمس بأن العرب يعني في أي مكان يتقبلون أبداً أن الإسرائيلي هو جار وأن الإسرائيلي هي دولة صديقة وينسونا الاحتلال وينسونا الأقصى والمسجر أبداً وليست قضية العرب يعني اسمع لي في هذه أنا حساس أيضاً لقضية العرب قضية القضية الفلسطينية وقضية التطبيع مع إسرائيل ليست قضية العرب هي قضية كل المسلمين وكل أحرار في العالم وهناك شواهد على ذلك وفي منطقتنا المغاربية نحن يعني في مغرب أو تونس أو ليبيا أو الجزائر ربما قد نتحسس من هذه الكلمة أنه قضية فلسطينية قضية عرب لا هي قضية أمزيغ أيضاً أو يبقصود قضية الدول العربية هي كل الدول أو كل الشعوب الحرة في العالم وهي قضية المسلمين أولاً ثم قضية العرب مثل ما تتحدث هي نحن في مرحلة متطورة من الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي هناك الآن إرادة إلى تغيير ذهنية المواطن لكنهم لن يفلحوا في ذلك لأن هذه القضية ساكنة هي في وجدان المواطن في وجدان المسلمين والعرب والأمزيغ وكل أحرار العالم وتلقى هنا في بريطانيا وناس يدافعون عن القضية الفلسطينية وضد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني الاستيطاني أكثر من مدافع عنها بعض العرب على مصر مثلت حالة في الدول العربية الأولى التي طبعت أو قامت علاقات دبلوماسية مع تل أبيب ولكنها لم تطبع في كل فترات العلاقات دبلوماسية كان هناك شعور مصري بأن إسرائيل هي دولة محتلة وأكثر من ذلك هناك ما يراها عدو إلى أي مدى يتغير هذا الشعور الآن مع النظام عبد الفتاح السيسي الذي في أكثر من مناسبة يتحدث عن إسرائيل كدولة جارة وكدولة صديقة يعني أعتقد حتى وسائل الإعلام الغربية التي تغطي أخبار التطبيع حديثا مع دول كالإمارات يعني أعتقد معظمهم يتحدث أنه تطبيع بين النظم يعني لا أعتقد حتى أن المواطن الإماراتي سعيد بما يحدث ولا أي مواطن عربي يعني الفكرة كلها أنه تجلي جديد من تجليات الاستبداد أن الاستبداد في بلادنا وصل لمراحل أنه أصبح بيعتمد على إسرائيل كحامل الأمن كضامل الأمن كوسيط لدى الولايات المتحدة حتى رغم أن حتى الولايات المتحدة أحيانا بتتقلع عن النظم العربية وبتحاول أنها تدين لها تظهرها فبعض النظم بقيت تعتمد على إسرائيل كإسرائيل نفسها حتى وليس كوسيط للولايات المتحدة يعني إحنا وصلنا لمرحلة أن الدول العربية عايزة تستفيد من تكنولوجيا الإسرائيلية في التجسس التكنولوجيا الأسرائيلية في الدفاع في حماية أنفسها من شعوبها فمرحلة غريبة جدا يبقى السؤال هو ما هي نتيجة كل ما يحدث هي تجلي من تجليات الاستبداد وما أخشى منه حياتا يعني أنا لست متفائلا أو أتمنى أكون متفائل حياتا أو أتمنى أيضا أن أكون واقعيا أنا ما أخشى من سيناريو تفكيك الدول العربية تفكيك هذه المجتمعات يعني أنت عندما يستمر الظلم لعقود عندما يتم تجهيل المواطن عندما تنهار التعليم لماذا هو هذا السؤال يعني هل هناك غياب لرؤية الدولة لرؤية التنمية من قبل هذه الدولة ألا يستشعر النظام المصري أن هذا الأسلوب في إدارة الدولة الاستمرار المديونية والسقوط على الفساد هو وصفة لإنهيار الدولة أعتقد العالم العربي أو مشكلة الاستبداد أننا أبتلينا بما يسمى بالنظم السياسية المغلقة هذه النظم بطبيعتها هي نظم تريد أن تستحوز على السلطة والثروة لإعداد قليلة من المواطنين يعني ما عندها رؤية تنموية لا هي قائمة على يعني أنك أنت هي قائمة رؤية احتكارية هو غير مشغول أو هذه النظم غير مشغولة بتحسين حال المواطن أو تطويره وإن كان بنسب لأننا أعتقد أن بعض النظم حتى غير الجمهوريات يعني بعض الملكيات أصبح فيها قدر من العدلة الاجتماعية ربما الأسباب مختلفة بأسباب الصراط ولكنها بقيام ضمانات يعني أصبح فيها درجة من العدالة عن الجمهوريات لكن المشكلة الرئيسية في الاستبداد أنه هو قائم على فكرة أن يتم احتكار السلطة والصروة في هد مجموعة صغيرة وإذا تسربت منها للجماهير فهذا يعني أن النظام فشل في مهمته الأساسية عادل هناك في التاريخ يعني أمثلة عن حكام وصفوا بالدكتاتوريين ولكنهم نجحوا بتحقيق تنمية لبلادهم لماذا لا ينجح هذا النموذج يعني ماذا لا يوجد هذا النموذج في دولنا العربية تجد الحاكم المستبد يتحدث عن الحرية يتحدث عن العدالة يتحدث عن المواطن عن إعلاء شأن الوطن ولكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي فيه تدهور خذ تونس على سبيل المثال لماذا تفشل كلمات قيس سعيد الرنانة في الحديث عن حق المواطن ومحاربة الفساد والفاسدين لماذا تفشل فيه تأمين رغيف خبز زيادة للمواطن التونسي ذكرت تونس وربما هذا إذن جزء من الجواب لأخي وصديقي وصديقي والسادي والسد علاء عندما أتحدث عن الجانب الإيجابي والتفاؤل وأن الأمر يعتمد على المواطن وعلى الرأي العام وعلى قدرة الناس على أن تدافع عن حقها في تقرير مصيرها وأن تفتك قرارها عنوة وليس أن تظل رهينة لعطايا الحكام أو من يدفعون هؤلاء الحكام أنا أعتقد بأننا ما زلنا نركز فقط على الجانب السياسي ما يجري في العالم العربي هو عملية حرب ضد الشعوب العربية وهويتها حرب شاملة ليست حرب سياسية ليست افتكاك القرار السياسي عبر أنظمة انقلابية وعبر بعض الأشخاص القادمين من المجاهيل مثل قيسعيد القادم وهو أستاذ مساعد فشل حتى في الحصول على الدكتوراه رغم قدم تدريسه في الجامعة التونسية أو حتى السيسي الذي كان وأقسم اليمين على أن يكون حافظاً وحامياً للدستور وبعد ذلك حنث في الدستور وفي اليمين وخان رئيسه وأدى به لماذا يفشل يعني ما عنده رؤية هو نفسه ما عنده رؤية هو شخص وظيفي ليس إلا وهو ينفذ في سياسات مقصود منها تغييب المنطقة العربية والإسلامية عن أي تنمية حقيقية ومنع والحقول دون أي تنمية حقيقية والدليل على ذلك هو كمية البرامج والقنوات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تضخ كمية كبيرة من هوية مفتعلة وتضرب القيم والهوية العربية الإسلامية في الصميم انظر مثلاً إلى تونس عندما ذكرت تونس كيف تتحول جمعية خيرية لدعم الاستثمارات الداخلية والوقوف إلى جانب المحتاجين كما هو العالف إنما إلى جمعية متهمة وجمعية متهمة بطبيض الأموال ودعم الجماعات الرهابية انظر إلى أول رئيس حكومة في الدولة الديمقراطية في تونس وهو يشتغل في مصنع في ورشة للمكيفات يتحول إلى سجين وإلى ملاحق وإلى إرهابي فقط لأنه أراد أن يأكل بعرق بعرق جبينه انظر إلى رئيس البرلمان كيف يتهم بعلاقة مع جمعية خيرية هدفها الوقوف وإن لم يوقف حد لهذا العبد فالحبل على الجرار نعم أنا فقط جبال الخلاصة ما هي الخلاصة أنا لا أتحدث عن جمعية بعينها وإنما أقول بأن هناك خطة ممنهجة لتبخيس وضرب القيم الرئيسية التي تقوم عليها هويتنا العربية الإسلامية والتي تجعل من تفكيك مجتمعاتنا أمر عصي إذا ما سلمت الشعوب العربية وإن هزمت إلى هذا التيار الجارف والقوي والمدعوم دوليا فإنها معرضة كما قال بيطر على لمزيد من الانهيار لمزيد بالتفكك بل للحروب الأهلية وللفتن التي يبدو أن هناك أنظمة وقوات تعمل عليها وإلا سؤال وإلا فما هو الدافع الذي يدفع نظاما عربيا ونحن على أبواب عيد الأضحى عيد معروف بالتسامح والتعايش والحوار والتآخي يدفع في هذه الأيام إلى شن حرب شعوة على رئيس البرلمان مثلا في تونس شكرا لكم فاصل قصير عزيزي المشاهدين نعود بعده لمتابعة برنامجنا فابقوا معنا أهلا بكم مجددا عزيزي المشاهدين في هذه الحلقة الخاصة من أضواء على الأحداث والتي تأتيكم في عيد الأضحى المبارك نتحدث عن حال المنطقة العربية وتداعيات الأوضاع الخارجية على الأوضاع الداخلية لدولنا العربية أجدد التحية بضيوفي هنا في الستوديو الكاتب والإعلامي سليم صالحي والكاتب والإعلامي علاء بيومي والكاتب والإعلامي أيضا أستاذ عادل الحامدي سليم الحرب الروسية في أوكرانيا أثرت على كل دول العالم كما أثرت على منطقتنا العربية في أي اتجاه ترى بأنها أغرت بعض الدكتاتوريات العربية بإمعان سياستها الاستبدادية ضد شعوبها هي الآن هم يعتقدون أن العالم الآن منشغل منشغل وبتالي قد يغفل حقيقة الحرب الروسية شغلت العالم طبعا شغلت وهي عبارة أصلا عن حالة من إخفاق الغرب أيضا لولايات المتحدة في إدارة هذه الأزمة وهذه الأزمة لمؤشراتها بدأت منذ 2014 تقريبا بدأ القرار الروسي أنه سيقوم بشيء ما ضد أوكرانيا وبالاتفاق مع حكومة بيلاروسيا أيضا إشارات إيجابية من الصين منذ أن أمم نظام النظام الروسي جزر القرم كانت هناك إشارة واضحة بأن روسيا لن تقبل أبدا أبدا أن تنضم أوكرانيا إلى حلف نيتو وأن تكون هناك أسلحة نوعية دقيقة على حدوده هذه كانت وكان هناك سجالات وكانت هناك كثير من المؤتمرات لحل هذه القضية وأخفقت الولايات المتحدة أخفق الغرب في إدارة هذه الأزمة حتى وصلنا إلى ما نحن عليه ولكن ربما هذا لم يغير القرار الروسي يعني حتى لأن أوكرانيا في الأيام الأخيرة قبيل الحرب كانت أكدت بأنها لن تنضم إلى نيتو والنيتو قال بأن أوكرانيا لن تنضم إلى نيتو ومع ذلك قرر أبوتي غزوة لكن مع ذلك مع ذلك يقر كثير من الخبراء وأنا أستمع إلى ما يقوله يعني خبراء إنجليز أيضا أمريكيين يطلعون على القنوات الغربية هناك إخفاق في إدارة هذه الأزمة لأنه لما تصل الأزمة إلى الحرب فهناك إخفاق في إدارتها أكيد أكيد ولكن مرتبطها بأزمات منطقتنا لأن روسيا موجودة في المنطقة سليمة روسيا موجودة في ليبيا روسيا موجودة في سوريا موجودة في الجزائر ونعم حتى في الجزائر السلاح الروسي موجود حتى في إشهارات الإعلانات عنكم في شوالع الجزائر في الجزائر مثلا العلاقة ليس بين الشعب الشعب لا يعرف في الروس بالنسبة للنظام احنا عنا 62% من ما نستورده من سلاح هو من روسيا 62% 13% من عند الصين والباقي معدات ألمانية شركة برسيدس وبعض المعدات العسكرية إذن طبعا روسيا مورد كبير للسلاح الجزائر ويسعر النظم مثل ما قال الدكتور يعني هذه النظم أنت تعرف أن النظام الجزائري مكون التركيبة البشرية للنظام الجزائري يسكنون في مدينة أو أقول يعني مساحة مغلقة اسمها نادي الصنوبر في العاصمة احنا عنا 58 يعني مثل منطقة الخضراء في بغداد نفسها شوف احنا عنا 58 ولاية محافظة في الجزائر هذه تسمى المحافظة أو الولاية 59 عايشين في عالم آخر عالم آخر طيب هؤلاء على الذين يعرون بأن أزمة أوكرانيا أثرت على معيشة المواطن المصري تفع ثمن الخبز مصر الآن في أزمة كبيرة لا تعرف من أين ستستورد القمح بعد أن أغلقت حتى الهند ومنعت تصدير القمح الهندي هل تعتقد بأن النظام المصري يمكن أن يأخذ دروس وعبر من هذه الأزمة فيما يتعلق بزيادة الاعتماد على ذاته في غذائه والله سؤال مهم جدا وأعتقد أن النظام المصري ربما يتحدث عن أمر مثل هذا بس يظل المشكلة الرئاسية هي في نمط التنمية النظام المصري أمامه اختيارين إما أن منذ 2016 مصر حصلت على حوالي 45 مليار دولار من الديون كل عام وده أكبر وطيلة للإستدانة في مصر معظم هذه الديون ذهبت لشركات تابعة للنظام لبناء مشاريع خاصة بالطرق والكباري والبنية التحتية والهدف هو الحفاظ على الثروة في يد الفئات المحيطة بالنظام وخاصة الشركات التابعة للقوات المسلحة المشكلة الرئيسية أن أي تنمية حقية بتتطلب تطوير للتعليم والقطاع الخاص القطاع الخاص في مصر هو يعيش كساد بقاله عامين بشكل مستمر بشكل شهري تقارير ستاندرد أندبور بتقول أن القطاع الخاص المصري في كساد منذ 17 شهر العمل مع القطاع الخاص بيتطلب سياسات واضحة بيتطلب مؤسسات شفافية بيتطلب تعليم بيتطلب بنية تحتية وهذا ما لا يقوم به النظام المصري لماذا يعني؟ ما قال يريد يكوش على الحصة كلها بالضبط الخوف بالأساس هو تصرب السلطة والثروة ومرة أخرى هذا نظام مغلق بطبيعته وهذا ما حدث في مصر منذ 1952 منذ مجيء الضباط للحكم وهم يسيطرون على الإعلام يعني احنا في مصر لدينا ظاهرة موزيع القرى الكرة القدم القادم من المؤسسة العسكرية يعني موزيع ضابط يعني حتى في موزيع الكرة القدم الإعلامي يجب حتى الصحفيين يجب أن يكونوا مرتبطين بواسسات أمنية يعني المسلسلات في مصر طب لماذا لا يزرع؟ هذا السؤال يعني أنت جيش نفسه لماذا لا يزرع؟ لماذا لا يستثمر هذه المساحات غير المستثمر من الأراضي الزراعية مياه الني لماذا تذهب هكذا بالنهاية للبحر؟ هذا ما يقوله ياسيد صايق في دراساته عن الاقتصاد العسكري المصري بالعكس الجيش حاليا بتدخل بكمية بدقامة في الاقتصاد العسكري طيب خليه يتدخل وزراء النقل ما هو المشكلة بتظل نمط التنميع أولا شركات بيتم إعفاءها من الضرائب مساحة قد ضخمة علاقات بدول خالجية السروات لا توصل للمواطن أكيد أن هناك نغبة أولا مصر لديها يعني الغريب أن مصر فيها نمو بشكل مستمر وفيها السروات بشكل مستمر لكن هي تذهب للواحد في المية أو العشرة في المية مصر دخلها حوالي 45 مليار دولار من الديون كل عام يعني نتكلم ب250 مليون دولار معناها ذلك أن هناك فئات أصبحت سرية جدا خلال السنوات الستة الأخيرة لكن النسبة واحد في المية في مصر الواحد في المية الأغنى بيزداده صراء طيب الـ 50% الفقراء بيزداده فقر ولكن هذه الحالة لم تكن موجودة يعني عادل في تونس مثلا لم يكن هناك سيطرة من الجيش ولا قطاع معين من الدولة على الاقتصاد ومع ذلك الاقتصاد كان فاشل الاقتصاد كان من سيء لأسوأ خلال العشرية الماضية كان هناك جمال هناك شعار رفعوه كل القوى السياسية لما تحرروا وهو أن المدخل السياسي وأن الديمقراطية والشفافية في الحكم هي المدخل الرئيس لأي تنمية اقتصادية حقيقية وأن الشفافية هي مدخل حتى للتنمية الاقتصادية ربما كان من إيجابيات الحرب الروسية على أوكرانيا وربما سأختلف بعض الشيء مع ما قاله الأستاذ سليم قبل قليل سأعود الاختلاف بعد قليل لكن لا لا لك الحرية في الاختلاف سليم يبتس من إيجابيات هذا يثري النقاش من إيجابيات الحرب الروسية على أوكرانيا أنها عرت طبيعة الأنظمة العربية من كان من يعتقد بأن 50% و60% من حاجيات الجزائر مثلا من الحبوب تأتي من أوكرانيا ومن روسيا من كان من يعتقد أن 80% من الحبوب من حاجيات مصر تأتي من أوكرانيا من كان من يعتقد بأن المغرب لا هو ليس 80% تقريبا ربع تقريبا مصر عند اكتفاء ذاتي بحوالي 70% الأكثر من ذلك لكن حتى الربع هي كمية كبيرة جدا يعني الكمية التي تحتاجها مصر وجزائر والمغرب ودول لبنان لبنان هي الوحيدة التي أكثر من 95% من صدراتها وارداتها من 5% تهدير كثير معلمات الاستفهام لكن الاختلاف مع السليم وهذا هو الذي شبعوني إلى الخشية مرة أخرى على مستقبل المنطقة العربية وهو أن الحرب الروسية على أوكرانيا لم تكن قرارا روسيا وإنما كانت قرارا أمريكيا منذ العام 2014 عندما تمت وعندما بدأ الغرب في الاستثمار في أوكرانيا كان يعني أنه يريد أن يستهدف روسيا ويريد أن يطوق روسيا وكان هدفه ليس روسيا بحد ذاتها وإنما جر روسيا إلى الحرب وإلى مستنقع الحرب في أوكرانيا لكي ينشغل بما بعد هو قبل يومين في صحيفة جاردين كان هناك تقرير مهم لزعيمي أو مديري المخابرات الف بي آي والبريطاني الاماي فاي وكانوا يتحدثون فيه عن الخطر الصيني وعن تجسس الصين على الشركات وعلى المشاريع الأوروبية والأمريكية ويقولون بأن على الصين الآن أن تتوقف عن هذا ويتحدثون عن خطر الصين الصين شريك مهم للدول العربية أيضا في الجزائر هي شريك مهم في المغرب هي شريك مهم وفي إفريقيا وفي إفريقيا أصبحت شريك مهم وهذا يمكن أن يكون أيضا محل حرب أمريكية روسية أعفوال صينية ستكون له تداعيات أكثر سلبية إذن المنطقة العربية تتأثر بهذه التحولات تأثر كبير للغاية هل تملك قرارا بأن تواجه مثل هذا أنا شخصيا الآن أعتقد بأنه في غياب إرادة سياسية وفي تفويت فرصة الربيع العربي الذي أوجد حكومات منتخبة ومسؤولة أمام شعوبها يصعب الحديث عن مواجهة هذه التحديات إلا إذا تحركت الشعوب مرة أخرى ودافعت عن حقها في تقليل البصري يمكنها وقتها أن تفتكى هذا الحق وأن تواجه هذه التداعيات السلبية هل تحالفات جديدة الآن حديث عن نيتو عربي إسرائيلي هل مثل هذه التحالفات تعتقد يمكن أن تكبح أي موجة عربية قادمة من انتفاضة عربية موجة ربيع جديد هذا هو الحدر لكن لن يصل إليها لكن قبل ذلك أنت سألت كثيرا لماذا هذا المستبد لا يصلح كذا أنت تعرف المقول الشهيرة أن الاستبداد غبي في أصله يعني ويحمل دائما بذور فنائه هناك مقولة أيضا تحدثت عن وضع في مصر هناك كاتب جزائري معروف الأستاذ أثمان الحياني كتب مقالة مؤخرة ماذا قال فيه الدبابة لا تزرع لا تزرع قمحا أو هذا عنوان المقال له إجابة العسكر لا يمكن أن ينتجوا لا يمكن أن ينتجوا قمحا يعني ليس هذه مهمة العسكر يعني العسكر في مصر هم في حالة استيلاء على السياسة وعلى الاقتصاد ولكن غياب الرؤية نهائيا هذا المشكلة في القادة أي قائد السياسة لا عنده أي رؤية لتنمية بعض المستبدين عرف التاريخ مستبدون وأصلحوا وآخرهم كان في شو اسمه في تشيري أصلح بعد ذلك وترك الحكم بينوشي نعم نعم لا وضعنا وضعنا مختلف كثيرا أعود إلى سؤال حول هذا التحالف من بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي هل يستطيع أن يغير في جوهر الصراع وأن يغير أيضا في تفكير المواطن العربي أو حتى يكبح ديناميات التغيير يعني أي انتفاضات هل تعتقد أن يكون لا تأثير فيها هل ستقف موجات الربيع العربي أمام مثل هذه التحالفات أبدا لأن هذه الشعوب ثارت ثارت لأنها قمعت لأن الأبناء كانوا يعتقلون الفقر التعليم متدني الخدمات الصحية متدنية هناك حالة من تغييب المواطن عن أي قرار اقتصادي أو اجتماعي فشل التنمية لو يوجد خطط تنمية ما يوجد في التلفزيونات العربية هو عبارة عن كلام يخص التي تتحدث عنها الدكتور وهي مجموعة الحكم ومجموعة الحلفاء الطبيعيين للحكم تعرف كل نظام حكم يخلق حلفاء طبيعيين من نخبة فاسدة ومجموعة العسكر والمحاولات هذه للتأثير أو كبح أو جعل المواطن العربي أو المغاربي تتغير أولوياته هذه ستفشل ستفشل وكل المؤشرات تدول على ذلك أن هذا المواطن أولا القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية أو هذه في وجدانه ثانيا ما يريده هذا المواطن المتأثر أيضا منذ سنوات بالمواطن الغربي كيف يعيش هذا المواطن يريد أن يشارك في الحكم يريد أن يشارك في التنمية يريد أن يكون مواطن دائما متى سينطفض إذا كان الوضع الاقتصادي الآن في مصر أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع عشية ثورة الخامسة وعشرين من يناير يعني هو الصراحة يعني أستاذ عادل والمتحدثين يعني طرحوا فكرة هل إحنا كانوا للربيع العربي هو بداية موجة للتغيير أم أنه بداية موجة للانهيار هذا هو السؤال الكبير هو قراءة ضخمة في الطريق أنا لا أعتقد أننا قادر عليها لكن هناك مدرستين هناك من يعتقد أننا كنا أمام موجة أولى وسوف يعي المواطن بحقوقه وسوف يدرك ماذا حدث ثم يخرج مرة أخرى هناك من يقشى نحن أمام ربما كانت الفرصة فرصة زهبية لإيقاف الانهيار وأن بلادنا تسير بشكل مطيء نحو انهيار للأسف محتم بسبب هذه النظم القمعية أنا مع أخشاه أننا حاليا أو مع أخشاه بعض الأكاديميين مثل روبرت سبرينجبرج اللي أنا استعنت به وحاكا كاتب كتاب جيد جدا في 2018 إثن المصر نقطة ساخنة حقيقة هو أكاديمي أمريكي متخصص في الشهد المصري كاتب كتاب رائع هو بيخشى من الانهيار المستمر يعني أنت لديك نظام بيقوي نفسه لكن دولة بتتفتت تحالف مع إسرائيل وأيضا هناك يعني أعتقد أن الاستبداد تعلم كثيرا مما حدث في فترة الربيع العربي وهناك تحالف قوي بين النظم الاستبدادية فالخشية وأننا نستمر في تكرار نفس السياسات ثم والتراجع البطيء حتى لا يقدر الله يستفيق المواطن في العالم العربي على الكوارث ولكن هذه الكوارث ليست مقدمة فيما بعد ذلك لمرحلة مشرقة لأنه حتى كثير من الكتاب يتحدثون عن خريف لأننا نعيش خريف أو حتى شتاء عربي وليس ربيع لكن هذه الدولة التي قامت على أسس خاطئة كما تحدث سليم وكله ما زلنا البعض يرى أننا ما زلنا استعمار غير مباشر هل كان أصلا من الأساس يجب أن تتفكك هذه الدولة ويعاد بناءها بمنظومة جديدة والله الخشية أولا العالم لن ينتظر أحد يعني أنا حديثي يمكن بالأساس للمواطن العربي يعني إحنا أنا حقيقة بعض كثير من الجماعات الإيديولوجية في العالم العربي فكرت يعني استخدمت أفكار أن نعطي للمواطن أمل وأن نتحدثه على المثاليات ومثل هذا الأمر يعني أنا حقيقة أعتقد أن المواطن العربي يحتاج أن يرى الصورة واقعية وأن يقتر بنفسها التاريخ يعني التاريخ لن يرحم أحد والعالم لن ينتظر أحد يعني الصين والعالم ماشي والعالم ماشي والصين والدول تتطور أنا على المواطن العربي أن يقرر وأعتقد المواطن العربي شديد الواقعية لأن هناك ملايين بيهربون من العالم العربي بشكل مستمر لكن البلايين الباقية عليها أن تختار لنفسها أي مستقبل تريد وأعتقد النقوة أيضا أو المثقفين لا يجب أن يقوموا بإعطاء الناس أمل كاذب بن أجل منحوم أمل فقط كل محنة في التاريخ يقال تعطي منحة ربما المحنة والمحنة العالمية كالأزمة الأوكرانية كالآن الخلاف الكبير بين الصين والغرب ربما يعطي فرصة لمساحة ما للاستفادة من هذه التناقضات وضعف الغرب إلى أي مدى ترى عادل أنه هذا يمكن يعطي فرصة للنخب العربية لأن ترى مكان لها لأن تعيد توجيه بوصلتها وأن تستفيد من ضعف الغرب الغرب أنت في كلامك تتحدث بأنه كان له تأثير مباشر في وقد هذه الثورات العربية وفي دعم الدكتاتوريات طيب الغرب الآن يضعف أمام الصين وروسيا أليست هذه فرصة؟ طبعا إقامة علاقات مع العالم وعما اختلف قوها الحقيقة كلام مهم وربما الأحلام الكاذبة سوف تدعو أيضا مرة أخرى إلى تحتيم أمال الشعوب وأيضا تأخر أشعوب العربية لكن أيضا الإشاعة لليأسي والإحباط أيضا هي الأخرى سوف تدفع إلى خلق روح بائسة ويائسة ومحبطة ولا تنظر إلى الواقع بشمولية موضوعية وشمولية المهم أين هو المهم؟ المهم الآن أن ننظر أنه هذا النيتو العربي في الشرق الأوسط ما هو هدفه؟ هدف الرئيس هو إقحاب الاحتلال ضمن ضمن الدول العربية وأنها تدفع عن أمن واستقرار المنطقة ضد عدو خارجي اسمه إيران علينا أن نتذكر أن إيران هذه هي حليف لأجزاء كبيرة من المقاومة الفلسطينية في فلسطين وعلينا أن نتذكر الآن بأن هذا التحالف أو دخول إسرائيل هي واحدة من الدول المحتلة لأراضي عربية وأن هذه الأراضي العربية والإسلامية يذكرها الناس خمس مرات في اليوم على الأقل عند كل صلاة عندما يتوجهون إلى القبلة يتذكرون أن أولى القبلتين كانت القدس وأن هذه القدس ما زالت محتلة وأن تحريرها فضل عن أنه شرط الانديني فهو أيضا شرط الانديني يعني هذا أولى للدول العربية أن تعيد ترتيب صفوفها وتحالفاتها مع تركيا ومع إيران أيضا لتعيد للقضية الفلسطينية زخمها بدلا أن تتحالف مع إسرائيل وبالتالي هذا كلام مهم لكن هذا له شروط واجبة ما هي هذه شروط الواجبة شروط الواجبة أن إيران كدولة ضمن دول المنطقة وهي دولة تحسب على العالم الإسلامي عليها أن تعترفها بأنها ارتكبت جرائم حقيقية بحق المبادى الرئيسية الأساسية وعلى الأساسها الحرية كما جرى في سوريا كما جرى في اليمن كما جرى في العراق على إيران أن ترفع يدها عن هؤلاء وأن تقول بأنها أخطأت وأنها ارتكبت هذه الأخطاء وأنها سوف تتراجع وأن تربط علاقات ود واحترام وتقدير للشعوب العربية والإسلامية وأن تحترام التعددية والهوية ثم نقطة فقط وبالتالي فإن القول دائما بأننا إزاء حالة من كما لو أننا أمام نهاية التاريخ فهذه ربما فيها كثير من عدم الواقعية وأن الواقعية تستلزم مننا جميعا أن نبحث دائما عن الخيار الأنسب وأن نبحث عن الألول كيف يمكن للمواثر العربي والمصري حاليا أن يستفيد من هذا الانهيار الشامل في وضعنا والضعف الغربي الموجود لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى أوروبا والغرب أنت أنظر الآن إلى ما الذي يجري هنا عندنا في بريطانيا واستيقالة رئيس الوزراء البريطاني والقضايا والدولة معرضة للتفكك إذا كانت بريطانيا معرضة للتفكك واسكوتلندا ربما سوف تصوت على الانفصال في دولة قوية مثل بريطانيا فمن بالك بدول العربية بائشة وضعيفة وتتعيش تحت أنظمة ظالمة ومستبدأ هناك استطلاع سليم أجرته بي بي سي في المنطقة العربية وجد في هذا الاستطلاع العرب شعبية في رئيس واحد في زعيم واحد ألا وهو من تعتقد؟ حديثا أو قديما؟ لا استطلاع حديث جدا زعيم واحد في المنطقة العربية لا يكون مرسي لا 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 ما زال حيا ما زال حيا ما تقول ليش عبد المجيد تبور لا لا عنده شعبية لدى الأوساط العربية هذا هو كان أردوغان الشعوب العربية قرأ نعم عرب يرون أن الزعيم الأكثر شعبية هذا الشباب العربي هو أردوغان السؤال إذا كان هذا الاستطلاع شمل حوالي 23 إلى 24 ألف مستطلع السؤال لماذا لا ترتب الدول العربية علاقاتها وتحالفاتها مع تركيا لتستفيد من هذا الزخم الشعبي الذي يرى في نجاحات تركيا مثالا يحتذا به شوف تركيا تقريبا 2008 كان دولة مهملة اقتصاد يعني في الحضيث حكم عسكر لا منذ عام 2000 تقصد قبل 2008 قبل 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 هذه المدة قبل مجيء أردوغان العدالة العدالة والتنمية نجاح تركيا نجاح تركيا بدل أن تأخذه بعض الأنظمة كمثال لا هو أغاضل كثير من الأنظمة في وطننا العربي صدقني يعني لماذا لا يتحلفون مع تركيا لأن النظام في تركيا نظام شرعي شوف عندنا مشكلة عند أنظمتنا أي نظام شرعي يتحسسون منه لأن أنظمة عندنا أنظمة غير شرعية جاءت بتزوير الانتخابات أنظمة لا علاقة لها بمصالح المواطن فهذا سبب خاص ولكن تركيا نفسها يمكن أن تشد هذه الأنظمة إلى ساحتها وتمثر عليها بالنسبة إلى العلاقات الدولية وعادة ترتيب علاقات إقليمية لمصالح دولنا العربية طبعا ممكن من الذكاء أن بعض الأنظمة تتحالف مع تركيا وهي دولة إقليمية قوية أقول لك أنه النظام في الجزائر مؤخرا كثف من علاقته خاصة الاقتصادية مع تركيا أردغان جاء للمنطقة وللجزائر أكبر مرة أعتبرها جيدة بالنسبة لإيران أنا أتفق مئة بالمئة مع ما قاله صديقي الأستاذ عادل التحالف مع إيران لقضايا أكبر مواجهة المخططات الغربية مواجهة المخططات الإسرائيلية يستدعي من إيران أن تحدد موقفها وأن تعدر لي أشعوب العربية ما فعلته إيران في سوريا لن يغفر له أحد لكن التحالف مع إسرائيل ضد إيران هذا غير مقبول عربيا ولا إسلاميا بالفعل لكن على إيران أن تتقدم خطوات ليس في اتجاه الأنظمة لا عند حسابات مع شعوب المنطقة ما جرى بعد سقوط صدام حسين القتل على الهوية وعلى الطائفية مثل ما قال عادل ما فعلته في سوريا يجب أن تتقدم النظام في إيران يجب أن يتقدم نحو شعوب المنطقة على أخيرا هل تعتقد أن العلاقات بين تركيا ومصر ربما ستتحسن خلال هذا العام ربما تتحسن بشكل مستمر الرئيس الأردوغان وتركيا ليهم ميزة أنهم براجماتيين سياسيا يعني علاقات تركيا الاقتصادية مع مختلف الدول في المنطقة بما في ذلك إسرائيل لم تتوقف تركيا شريك قوي اقتصاديا لإسرائيل لإيران لكل الدول العربية ربما بطبيعة النظام أنه نظام لحد ما فيه قدر من الدمقراطية فاقتلاف أردوغان مع السيسي مثلا ليس يعني توقف العلاقات فالعلاقات تركيا ومصر لديهم تبادل تجاري جيد جدا حتى في أسوأ لحظات يعني الاختلاف بين أردوغان والسيسي لكن تبقى المشكلة هي أن طبيعة النظم في بلادنا لا تجعل هناك تحالفات دائمة للأسف يعني هذه النظم لا تسق في شعوبها فلماذا ستسق في غيرها ومرة أخرى الهدف ليس هو إزاعة الأمل أو اليأس هو أنا أعتقد أن ما يفتقر أو ما يبحث عنه العالم العربي حاليا هو درجة عالية ووضحة من الوعي ما هي طبيعة المشاكل التي واجهنا بشكل دقيق وليس إيديولوجي وكيف يمكن أن نواجهها يعني أنا أعتقد أن المواطن العربي حاليا في حاجة لمعلومات دقيقة عن واقعه حتى لو كانت سيبية وكلما كان لديه رؤية دقيقة للواقع أعتقد أنهما ربما هذا بداية الإصلاح حتى لا يظل المواطني يعني يتعامل مع واقع بأفكار مثالية أو يائسة لا تساعدوا كل عام طبعا وحضرتك ومستمعين جميعا الله يبارك في كل عام وأنتم بخير جميعا كتاب والعالميين على بيومي عادل الحامدي سليم الصالحي شكرا جزيلا لكم كما الشكر لكم أعزائي المشاهدين أترككم في أمان الله شكرا جزيلا لكم